خلف هذه الشعارات التي تدعي المقاومة وترتدي ثوب النضال تكمن مصائب وانتهاكات تنؤلها الجبال نعم إنه حزب الله اللبناني كما يسمي نفسها لكنه يقتات ويعيش على تجارة الحشيش مصادر موالية لنظام الأسد ذكرت أن ميليشيا أسد ضبطت كميات من الحشيش المخدر وعشرات الآلاف من حبوب الكبتاجون من مزرعة في مدينة قصير غرب حمص والتي تسيطر عليها ميليشيا حزب الله اللبنانية وذلك أثناء تهريبها إلى الجنوب السورية دون أن تحدد الجهة المسؤولة عن محاولة التهريب لم يعد هناك تمويل لعناصر حزب الله لميليشيات حزب الله لفعاليات وعملية التدخل في سوريا وبالتالي وجدنا حزب الله يلجأ إلى المخدرات كوسيلة من وسائل التعويض على النقص بالأموال التي تدخل حزب الله البقاء اللبناني مدينة عرسال القصير السورية أصبحت أكبر معامل إنتاج المخدرات في سوريا وهي من توزع عبر معبر نصيب الأردن باتجاه دول خليج تحاول التهريب ووجدنا الأردن أكثر من مرة قام بالقبض على المهربين أو على عمليات التهريب تجارة المخدرات التي ضبط منها قرابة المائتي كيلو جرام وأكثر من سبعمائة ألف حبة كبتاجون ليست الوحيدة التي ينشط برعايتها حزب الله اللبنانية بل ينشط الحزب أيضا في زراعة الحشيش تجارة وزراعة يحاول من خلالهما الحزب تمويل نفسها ناهيك عن سعيه لنشر الفساد الأخلاقي بين فئة الشباب السورية فئة يستهدفها لانحراف من كل صوب فلم تنجو الجامعات السورية القابعة تحت حكم الأسد ولا المدارس من جشع حزب الله وتجار مخدراتها أمر لطالما حذر الناشطون منه ولطالما كذبهم المراقبون كان رمازال أرفص سلعة من يسمح بإدخال حزب الله في مادة الحشيش بالمخدرات مع كل كمية محددة من الطعام والشراب والأغزي كمية محددة من المخدرات لازم إجبار الفوت معها كميات المخدر التي ضبطت مؤخرا في مدينة القصير كان من المخطة التوريدها إلى الجنوب السورية جنوب تحاول ميليشيا إيران فرض سيطرتها عليها رغم كل التنبيهات وفيما يستمر نظام أسد بالتغطية على انتهاكات الحزب وهو الذي طالما أعلنت صفحات موالية عن ضبط شبكات التجار ولم تفصح عن أسمائهم يبقى السؤال إلى أي حد سيقاوم المجتمع السوري محاولة تغريبها وإلى أي حد سيتمادى حزب الله اللبناني في الانتهاكات لقناة الإخبارية علي تباب ترجمة نانسي قنقر